ينضم إلي من القدس المحتلة تنضم إلي مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية دانا أهلا بك إذن ماذا استوقفك اليوم في كلمات وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياه وما هي أيضا الأصداء لهذه الكلمة في المحيط الإسرائيلي توقفني الكثير بالفعل أميمة الاستعلاء التهرب من المسؤولية وفتح النار على الجبهة الداخلية الإسرائيلية هي أهم سمات هذا المؤتمر الصحفي لربما اعتدنا على نتنياه بأن يكرر كلماته منذ السابع من أكتوبر وحتى يومنا هذا المتمثلة بالقضاء على حماس وعدم تشكيل خطر يشابه السابع من أكتوبر وإقامة منطقة عازلة والإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية هذه هي الأهداف الرئيسية لهذه الحرب الذي عادة ما يكررها ولكن ما بدأ به نتنياهو الحديث هو مهاجمة قرارات المحكمة محكمة العدل الدولية في لاهاي في طبيعة الحال وإعطاء إسرائيل نفسها الضوء الأخضر لاستمرار عمليات القتال في غزة وقوله بأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها وكان قد هاجم هذا القرار الذي يلزم إسرائيل بتقديم شروحات كيف ستتخذ التدابير اللازمة لمنع قتل مزيد من المدنيين هناك كانت لغة الخطابة المستخدمة استعلائية نوعا ما وهو يحاول أن ينسب كل الإنجازات التي تتم على أرض الواقع كما يقول من تقدم عسكري في خان يونس من إلحاق الأزى في المدنيين واستمرار منع إدخال المساعدات إلى المستوى السياسي ولكن عندما تم سؤاله من قبل أحد الصحفيين على موضوع استخدام الغازات السامة التي كانت قد تسببت في مقتل جنود ومحتجزين لدى فصال مقاومة فلسطينية كان قد تهرب من هذا السؤال وقال بأن لن يبرح ولن يفسح أي تفاصيل وبأن هذا وهذه مسؤولية المستوى العسكري من ينظر إلى هذه التصريحات يظن بأن المستوى العسكري هو مسؤول أن يصرح بها ولكن عدم نفي استخدام الغاز السامة ربما يدلل أنه بالفعل كان هناك استخدام للغاز السام الذي قد يودي بحياة الجنود أصلا في داخل القطاع وإن كان هذا يستخدم بالفعل فكأنه قد ألقى بظلال هذه المسؤولية على المستوى العسكري حينما سئل عن هذا الموضوع كان قد استخدم وأوجد تشابه بين النازية وبين حركة حماس وكان قد مسك كتاب بأنه كان قد وجده في داخل أحد المنازل وهو تشبه في النازية لهذا يعطي نفسه أيضا المبرر لاستمرار هذا القتال ولكن بعيني أنوه أن هذا الكتاب حتى في القانون الإسرائيلي ذاته في داخل القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر غير ممنوع بل أن تم ترجمة إلى اللغة العبرية في الجامعة العبرية في القدس وغيرها من المكتبات داخل إسرائيل يتواجد فيها هذا الكتاب فهذا ليس بالإنجاز وفق رؤيتنا وتحليمنا لهذه الكلمة نتحدث أنه كان قد فتح النار على الجمهور الداخلي الإسرائيلي وخاصة عندما قال للمتظاهرين في ساحة تل أبيب بأن هذه التظاهرات لن تساعد في حل الأمور بل ستجعل حماس أكثر تعنت في مواقفها لعدم إبداء أي التحركات أو موافقات سواء مبدئية على صفقات تبادل الأسرة ننوه أن في هذه الوقفة لم يتم تشغيل كلمة نتنياهو كما اعتدنا في كل التظاهرات أو في كل الميادين وهذه التظاهرة لا تطالب في صفقة تبادل الأسرة بل تطالب بإجراء انتخابات ثالثة هذا يعني انعدام الثقة الكلية بين الجمهور الإسرائيلي وبين المستوى السياسي الذي يمثله نتنياهو حتى وأنه كان قد وصف المعارضة الإسرائيلية بأنها لن تشكل أي ضغوطات هذه الاستطلاعات الرأي رغم أنها 52% تؤكد أن بني جانس هو أولى في إدارة الحرب وإدارة الحكم بدلا عن نتنياهو وحزب اللوكو طيب دانا الآن يوجد حشد مضاد لوكالة تشغيل وغاوث اللاجئين أونروا انضمت له بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا كندا وأيضا إيطاليا زعما بأن هناك بعض العناصر التي تعمل في أونروا كانت مشتركة في عملية طفان الأقصى هل من أدلة بهذا الصدد حتى يكون هناك موقف عالمي بهذا القدر وعلى هذا المستوى؟ أميمة إسرائيل تحاول التنصل من كل المحاكم الدولية أو من كل الجرائم التي تدان فيها اليوم أمام العالم أجمع لذلك تحاول أن يكون هناك مزاعم حول من يدعم الفلسطينيين كما كان بحق وقالت تشغيل اللاجئين الأونروا حيث قالت بأن هناك من يعمل فيها هو من شارك في عملية طفان الأقصى رد الأونروا على ذلك كان النفي في طبيعة الحال وبأنه تم إجراء وسيتم إجراء تحقيق في هذا الزعم الباطل وبأنه تم بالفعل إنهاء بعض العقود لبعض العاملين في هذه الوكالة لربما هذا ما استغلته إسرائيل إعلاميا للترويج بأن الأونروا تدعم حركة حماس وبأنه يجب مقاطعتها حتى لا يتم إدخال المساعدات الإنسانية والتي كانت قد أقرتها محكمة العدل الدولية لهذا أرى بأن نتنياه هو إسرائيل من جديد تجاب هذه المحكمة بعدم الالتزام في قراراتها المتمثلة أصلا ليس فقط أو ليس إلزاما منذ وقف إطلاق النار بل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لذلك هو يلجأ بأن الجهة المسؤولة والمخولة لإدخال هذه المساعدات الإنسانية والتي تقدم الخدمات بأنها مشتركة فيما حدث في السابع من أكتوبر ولهذا العديد من الدول كانت كما ذكرت أسمائها انضمت إلى وقف مؤقت للمساعدات والإمدادات المالية للأونروا دعينا وضح فقط نقطة لافتة في هذا الموضوع في القدس أيضا وزير أو رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي كان قد فتح النار على مكاتب الأونروا في مدينة القدس وقال بأننا نقشى أن يكون هناك أنفاق داخل هذه المكاتب أو أسفل هذا المبنى في حيء الشيخ جراح شمال القدس المحتلة أسفل المستوطنات وبأن يباغتنا موظف الأونروا لمهاجمة في عقر دارنا هذا تحريض آخر من مسؤول إسرائيلي حول عمل هذه الوكالة في القدس أو حتى في فلسطين عامة شكرا لك دانا أبو شمسية مراسلة أقاهرة الإخبارية كنت معي من القدس المحتلة